موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكو يا سنتانيا عاملين ايه؟ النهاردة هناخد مع بعض اللغة العربية المحور الاول الموضوع الثاني اهتم بنفسي معنا النهاردة يا سنتانيا قصة استماع اسمها لدي اسنان جديدة تعالا كده مع بعض نشوف القصة بتاعتنا زي ما احنا شايفين في الصورة اللي قدامنا عنوان القصة بيقول لدي اسنان جديدة يلا كده مع بعض يا سنتانيا نقرأ القصة ونشوف القصة بتاعتنا دي بتتكلم عن ايه؟ استيقظت هند في صباح احد الايام فوجدت سنها تهتز فسألت اباها انظر يا ابي هذه السن تؤلمني وتتحرك في مكانها فاجابها ابوها ستقع هذه السن ثم تنمو لك اسنان كبيرة وقوية كهذه واشاره الى سنه ثم اكمل اطمئني يا بطلتي هي مرحلة نموه مهمة فقط اتركيها وشأنها كي تخرج السن الجديدة صحية ومعتدلة دون اعوجاج في الجزء الاول من القصة بتاعتي يا سنتانيا بيتكلم عن بنت اسمها هند هند استيقظت في صباح احد الايام فلاحظت ان سنتها بتهتز فروحت على بابها وسألته وقالت له انظر يا ابي هذه السن تؤلمني سنتي بتوجعني وكمان بتتحرك في مكانها فولدها رد عليها واجابها وقال لها ان هذه السن ايه ستقع بعد ما اتقع هيحصل ايه بقى يا سنتانيا حتنمو لها اسنان كبيرة وقوية زي اسنان والدها واشار طبعا الى ايه الى سنه وبعد كده كمل والدها الكلام معيها وقال لها اطمئني يا بطلتي هي مرحلة نمو مهمة كلنا في المرحلة دي تسنة تانية بتقع عندنا اسنان وبتظهر لنا اسنان تانية قوية وكبيرة علشان ايه نكبر وتبقى معانا هذه الاسنان بس والدها طلب منها ان هي تترك سنتها دي وشأنها ما تعدش تلعب فيها علشان ايه علشان لما تيجي سنتها الجديدة تخرج وتطلع تطلع ايه صحية ومعتدلة دون اعوجاج يلا بينا نكمل القصة بتاعتنا ونشوف ايه الاحداث اللي بعد كده بيقول لي ايه سنة تانية في الفقرة التانية من القصة صاحت هند في المدرسة عندي سن تهتز في مكانها قال سمير انا ايضا سني بدأت تهتز صباح اليوم ولم يكن مريحا ان اتناول فطوري عليه لكنني تناولت لانمو بعد فترة في المدرسة سقطت سن سمير وتساقطت قطرات من الدم فنصحته المعلمة بالمضمضة بماء بارد اصبح مكان السن في فم سمير فارغا تساءلت هند متى ستسقط سني يا ترى يلا بينا ايه سنة تانية مع بعض نشرح الفقرة التانية من القصة بيقول لي صوحت صوحت هند صوحت يعني ايه سنة تانية يعني رفعت صوتها هند لما رحت المدرسة فضلت تقول ايه بصوت عالي عندي سنة تهتز في مكانها من اللي رد عليها سمير سمير قال لها ايه قال لها انا ايضا انا كمان عندي سنة بدأت تهتز صباح اليوم كمان انا النهاردة صحيت الصبح لقيت سنتي ايه بتهتز ولم يكن مريحا ان اتناول فطوري علي لما كنت باجي اكل الفطار كانت ايه استنة بتقلمني لكنني تناولته لانمو يبقى هو ايه ما كانش قادر سمير انه هو ياكل لكن برضو تناول الفطور ليه سنة تانية بنا تناول الفطور لكي ننمو بعد فترة في المدرسة سمير بقى هو في المدرسة ايه اللي حصل له سقطت سن سمير لما استنة بتاعتنا يا سنة تانية بتوع ايه اللي بيحصل بتتساقط قطرات من الدم ماذا فعلت المعلمة المعلمة قالت له ايه قالت له ان هو يعمل ايه يذهب ويقوم بعمل المضمضة بماء بارد يتمضمض بماء بارد بعد ما سمير سقطت سنته ويذهب وتمضمض بماء بارد اصبح مكان السن ايه سنة تانية فارغ ما بقاش في سنة موجودة فهند كانت قاعدة وراه وبتتساءل وبتقول ايه متى ستسقط سني يا ترى انا كمان سنة بتهتز يا ترى سنة دي هتسقط امتى يلا بينا نكمل قصتنا ونشوف سنة هند هتسقط امتى يلا يا سنة تانية مع بعض في الفقرة اللي بعد كده هنقرأ مع بعض يا سنة تانية ركز كده معي وشوف ايه الاحداث اللي حصلت في باية القصة بعد بضعة ايام بدأ سمير يشير الى سنه الجديدة انظروا لقد بدأت سنة الجديدة في الظهور انها حادة وكبيرة ثم سأل هند هل ظهرت سنك الجديدة فاجابت لن تسقط سنة القديمة بعد قال سمير سأخبرك بسر النمو والنشاط الحليب والفول والعتس والبقول والبيض واللحوم والخضروات هي الاطعمة الصحية المفيدة التي اتناولها كل يوم فانمو والنوم المبكر ايضا ضروري هنا يا سنة تانية في الجزء دوت من القصة بيحكي عن ايه بيحكي عن ان سمير هو وهند وزملائهم ايه واقفين بيتحدثوا ايه مع بعض فدوت كان بعد بضعة ايام فسمير بدأ يشاور لهم على سنته الجديدة وقال لزميله انظروا لقد بدأت سن الجديدة في الظهور بعد ما سقطت سنته القديمة اه وكان مكانها طبعا فارغ زي ما احنا عارفين بدأت ان هي تظهر له سنة ايه جديدة وايه وكانت قوية وحدة وكبيرة فسمير سأل هند وقال لها هل ظهرت سنك الجديدة انت كمان يا هند كانت عندك سنة بتهتز في مكانها فظهرت لك سنة جديدة فهند عجبت وقالت له ايه لم تسقط سن القديمة بعد انا سنتي القديمة ما زالت ايه في مكانها وما زالت تهتز ولم تسقط بعد فقال لها سمير سأخبرك بسر النمو والنشاط ما هو سر النمو والنشاط يا سنة تانية ولماذا لم تسقط سنة هند بعد يلا بينا نعرف يا سنة تانية ايه هو سر النشاط والنمو وايه هو السبب اللي ايه اللي ما خلاش سنة هند تسقط حتى الان السر يا سنة تانية في الحليب والبيض والفول والعدس والبقول واللحوم والخضروات طيب ايه دي يا سنة تانية ايه كل الحاجات اللي انا قلتها って هو اطعيمة صحية مفيدة يعني كل الحاجات ديت يا سنة تانية لازم انا واكلكو يا سنة تانية نتنويلها لان دي الاطعيمة الصحية المفيدة اللي بتساعد جسمنا على النمو وبتدينا طاقة وبتدينا نشاط وهي كمان السبب في ان سمير تسقط سنه القديمة وتظهر له سن قوية ولازم كمان يا سنة تانية ان احنا نتناول كل هذه او اطعمة كل يوم وايه تاني كمان يا سنة تانية سمير كان بيعمله كان بينام مبكرا يبقى ايه هي الاسباب اللي جعلت سن سمير القديمة تسقط وتظهر له سن جديدة او ايه هي اسباب النموه والنشاط طبعا تناول الاطعمة الصحية والنوم المبكر يبقى يا سنة تانية ممكن كده يجيلي سؤال ويقول لي لم تظهر سنة هند الجديدة بعد ليه يا سنة تانية هيقول لي ايه هيقول لي لانها لم تكن تتناول الطعام الصحي ولا تنام مبكرا يبقى ده الايه الاسباب اللي خلت سنة هند الايه الجديدة لم تظهر بعد يلا بينا نكمل القصة بتاعتنا يا سنة تانية بيقول لي بعد كده اكتب